في الفيديو ده هوريكم طريقة تصنيع جهاز تعطيع الفل سنقوم بشكل مميز اهتميك جدا بالتصميم والتفاصيل وفي النهاية النتيجة كانت احترافية جدا يعني لو اتحركنا بالفنس ويجبناها على 6 سنتي وجبنا كتعة فل نجرب عليها هنلاقي نتيجة القطع 6 سنتي بالزبط زي ما انتم شايفين نتيجة القطع ممتازة جدا وكمان المياز بتاعنا مصبوط 100% وكمان ممكن نستخدم الفنس منقلة منزلقة ونقطع اي درجة ميل احنا محتاجينها زي ما حضراتكم شايفين نتيجة فوق الممتاز وكمان نقدر نقطع اي كترة ديرة احنا محتاجين والاجمل من كده ان احنا ممكن نكتب اسمنا على اي كترة تفلي ونفرغوا زي ما انتم شايفين وكمان ممكن نعمل حرف او ممكن نعمل لوجو كامل فلو فرق معاك الفكرة دي اهم حاجة تابع الفيديو للنهاية عشان الفيديو ده ات مليء بالتفاصيل في البداية هبتدأ قطع المعسات بتاعت كلها على منشور الطاولة ونقل كونتر اننا باستخدمه حاليا كونتر اندونيسي اشرة ار و 18 ميلي هسيب لكم رابط الرف الطاير في صندوق الوصف زي ما انتم شايفين بيساعدني اننا قطع لوح كامل على منشور الطاولة طبعا مأساة الجهاز قطع الفيديو لنا بصنعه كبيرة شوية فانت اخذ الفكرة وصنع المعاس اللي انت محتاجه فلو انت هو عايز واحدة استخدام منزلي فاصنع واحدة صغيرة على استخدام شغلك والمنزولك ده بصراحة بيساعدني كتير جدا في الشغل هسيب لك برضو الرابط بتاع التصنيع بتاعه في صندوق الوصف خش بص بص هستفيد منه كتير القطع دي مش اقل من ثلاثة سنتي فتلاثة سنتي عشان تستحمل معاك الشغل هنصنفر كويس الاربع قطع اللي احنا عطيناهم هسيب لك برضو رابط تصنيع جهاز الصنفر دهوات في صندوق الوصف خش بص بص هتستفيد منه كتير جدا هفرق قطع من القطع اللي احنا عملناه بنفس الطريقة كده هخرم الاربع اركان باي بونطة مثل بونطة عشر وبعد كده هبتدأ اشتغل بنفس الطريقة وهسيب لك برضو رابط تثبيت منشور الاركت في منشور الطاولة في صندوق الوصف وكده انا جهز للتجميع هجمع بقى كل الشغل بتاعي بالبوكت هول اللي احنا صنعناه في الفيديوهات اللي فاتت بصراحة هو هيكون ليه دور كبير جدا في الفيديو ده البوكت هول ده من اعظم الموادات اللي انا صنعتها في ورشتي هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف خش بص بص هتستفيد منه كتير وزي ما انتم شايفين النتاجة احترافية جدا وبيعمل معها نتائج ممتازة جدا هبتدي بقى اجمع الشغل بتاعي بالبوكت هول زي ما انتم شايفين كده دي طريقة تانية لو انت ما عندكش كلام بات ممكن نثبت لأول بالصبر جلوه وبعد كده نثبت الشغل بتاعنا بالمصامير اشتركوا في القناة وكده انا جمعت الفرين بتاعي بكل سهولة هفتح فتحها على شكل مربع في الطاولة اللي هتركب من فوق بعد كده هجمع الفرين في الطاولة بنفس الطريقة اللي اتو هتشوفوها دي هجهز بقى الوشاط بتاعي على الزاوة المنزالكة ازا ما انتم شايفين طبعا الزاوة المنزالكة بتسهل علي كتير جدا في قطعيات الخمسة واربعين درجة هساب لك برضو الرابط في صندوق الوصف هضيف بقى الغير بتاعي وبعد كده هسابت بتباست المصامير والقطع دي هتعمل فرين بس من تحت زي الرجول كده بالزبط بعد كده هنعمل شغل بتاعي بقى بجهاز الصنفرة بعد كده هعمل علام مسلا على 8 سنتي هجيب بقى التتراك وهعلم مكانة التتراك بالزبط بعد كده هبتدأ اعمل حفر مكانة التتراك بالراوتر طبعا اول حفرة دوت بنزل نص المسافة اللي انا عايز احفرها بعد كده بزبط بقى المسافة التانية على قادة التتراك بالزبط ودي المسافة الفعلية اللي انا هنزالها بعد كده هحرك الادة عشان اخد الجنب التاني من الحفر زي ما انتشايفين الحفر بتاعتي تتراك مزبوط مية في المية والمأسات بتاعته مزبوطة طبعا انا كدتشاغل على مهلة جدا عشان الحفر يطلع نضيف زي ما انتشايفين هجهز بقى كطع زي اللي انتشايفينها دي الكطع دي اللي هتلف عليها السلك هسبتها الاول بالسوبر جلو وبعد كده هربطها بنصامير من جوا هجيب بقى علبة اتنين في اتنين استانلس وبعد كده هخرومها اربع سقوب بمنطة اربعة ميلي انا جهزت بقى كل السكوب اللي انا محتاجها هركب بقى اول مصمار وبعد كده هربط عليه كويس وبعد كده هربط سامولة فراشة هجيب بقى جلبة حديد وهعمل لها حفرة زي منتشايفين كده الجلبة دي الدخل بتاعها ستة ميلي هركب بقى المصمار الستة ميلي وهركب فيه سامولة من جوا هخلي بقى الجلبة بتاعته من نص وبعد كده هركب بعدها سامولة تاني بعد كده هخلي المصمار يعد الناحة التانية وهربط سامولة برضو وهشيل الزيادة بالصاروخ وكده الزوية بتاعتنا جهزة للشغل زي ما ان شايفين طبعا الزوية دي معمولة فرشة خارجية مش انا اللي عملها عشان دي استانلس وتلحمة ارجون تعالوا بقى نركبها في مكانها شايفين ده المربع بقى اللي احنا اخدنا مقاسه وقطعناه في اول فيديو طبعا الشغل بتاعي لازم يكون متزبط زوية تسعين بالزبط اهم حاجة ان انا امن الشغل بتاعي واربط كويس هعلم بقى مكان السجب اللي هينزل منه السلك الحراري هزبط بقى الزوية بتاعتي على اول العلام زي ما احنا شايفين كده وهعلم كده بنفس الطريقة وده هيكون اول علام المسطرة هعلم بقى مكان المسطرة بتاعتي وبعد كده هعمل حفرة بالراوتر هعمل بقى السجب البونتة ثمانية ميلي وهخوش كويس بعد كده هجيب السامولة الدودة بتاعتي السامولة الدودة دي زي ما انتم شايفين لها سن خارجي ولها سن داخلي هبتدي بقى حط الصبار جلوب بتاعي وهربطها كده مفتاح على انكيه زي ما انتم شايفين هفانش بقى الشغل بتاع ابسيلور زي ما انتم شايفين هد وشي واتنين وثلاثة لحد لما الخشب ينور معي وكده انتهيت من الديهان زي ما انتم شايفين الحفرة اللي اعملت المسطرة طبعا ما كانش في داعي لان اعيد الخطوات من تاني هدف بقى سوبر جلو كويس جدا مكان حفرة بعد كده هجيب بتاعي وهركبه بنفس الطريقة طبعا انا مش عايز مصامير كتير انا هسبت مصمار في الاول ومصمار في الاخر والسوبر جلو هيمسك معي كويس هلزق بقى الدابل فيس الشفاف بيلزق كويس جدا هلزقه على ظهر المسطرة وبعد كده هبتدي بقى هلزق المسطرة بتاعتي جوه الحفر اللي احنا عملناه هجيب بقى مصمار ستة ملي بالشكل اللي انتم شايفينه ده وهعمل لسوك ببونت اتنين ونص من نص طبعا الموضوع الصعب لازم يكون فيه مسكواب عندك عشان تعمل الطريقة دي بعد كده هربطه كويس جدا في السامولة الدولة بعد كده هجيب زاولة حديد بالشكل اللي انتم شايفينه ده وهعمل لها تلات سكوب بالطريقة دي هركب اول مصمار تمانية ملي بعد كده هركب اول سامولة وهربطها كويس وبعد كده هركب تاني سامولة بعد كده هسبتها بالطريقة اللي انتم شايفينها وكده احنا جهزين لشغل الكهرباء. هجيب بقى كتعة واجهزها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بعد كده هجيب مفتاح تشغيل زي اللي انتو شايفينه قدامكم ده. المفتاح دوت لو مش موجود ممكن تجيب اي مفتاح غيره. بعد كده هجيب لامبة بيان. هبتدي بقى اجمع المفتاح ولمبة البيان في كتعة اللي احنا جبناها. وزي ما انتو شايفين وقت الفيديو عد عشرين ديئة فاحنا مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. عشان كده احنا بنسرع الخطوات دي. بس نحاول نشرح لكم كل حاجة بالتفصيل. ومع ذلك لو في اي شيء مش واضح اكتبونا برضو في التعليقات عشان نحاول نفيدكم على قد ما نقدر. تعالوا بقى نراجع الوصلات اللي احنا عملناها عشان نكون ماشيين مع بعض خطو خطو. طبعا دول وصلتين الميتين وعشرين اللي هتوصلوا بالكهرباء. وعملت لهم خروج من مفتاح زمانت شايفين. دولة اللي هتحولوا للترنس اللي هشتعل. واخدت وصلتين للمبة البيان زمانت شايفين من نفس المفتاح. وكده احنا خلصنا اول خطوة. تعالوا بقى نركب القتلة دي الكامل في جهاز الفل. كده احنا خلصنا شغل الكهرباء الخارجي. تعالوا بقى نشتغل في الشغل الداخلي. هنعمل السوق بقى عشان نعدي منه السلك بتاع الكهرباء. هنركب بقى الجيلاند بتاعنا بالمفتاح زمانت شايفين. هنعمل له سجب طبعا على قد بالزبط عشان نركب الوز. طبعا ده بيركبه سامولة من داخل بس عشان تخانة الكونتر مش هينفع ان احنا نركب سامولة. فعملنا الوز في الخشب زمانت شايفين. هنعد السلك بتاعنا ونربط السامولة التانية هتقفل على السلك مش هخلي السلك يتحرك. هنستخدم بقى بس طبعا في كزا دايرة ممكن نستخدمها بس ده هكون اسهل دايرة ممكن نستخدمها باستخدام الترانس دا. تعالوا بقى نسبب الترانس بتاعنا بمصمرينة عشان نبتدي بقى نوصل الوصلات بتاعتنا. هنوصل بقى وصلتين الميتين وعشرين اللي خارجين من الترانس في الوصلتين اللي خارجين من مفتاح. هبتدي بقى اعزل الشغل بتاعي بالريكم وده هيكون افضل مش كرطون. طبعا هسخن عليه عشان نقفل على السلك. هجيب بقى مصمر وهركب فيه ورد زمانت شايفين كده. بعد كده هلف بقى وصلة من الوصلتين اللي خارجين برضو من الترانس. وهربط في القلبة كده زمانت شايفين. وتاولت طبعا الوصلة الاخيرة اللي فضلا اللي احنا لسه موصلناها شو برضو هعزلها بالريكم زمانت شايفين. هوصل بقى اخر وصلة في المصمر زمانت شايفين وبعد كده هقفل عليها بالسامولة. وفي النهاية هربط سامولة فراشة. هبتدى بقى هثبت الشغل بتاع بكليبس زمانت شايفين. هركب بقى اربع رجول كوادشة عشان الجهاز يكون سابت وانا شغال. هجيب بقى السلك الحراري بتاعي اللي انا هستخدمه. زي ما انتو شايفين هو شكله عامل زي السوسط بس سهل جدا ان انا افرده. طبعا انا افرده هياخد المقاس اللي انا عايزه وبعد كده هقطع بالمقاس عادي. بعد ما هياخد المقاس بتاعي هدخل بقى طرف السلك بتاعتنا في السجب اللي احنا عملناه. بعد كده هسحب طرف السلك من تحت. وهربط بالراحة بالسامولة الفراشة. يا دوبك بس تمسك السلك. كده كده هي مش عليها حمل. هعدل بقى الجهاز بتاعي. بعد كده هبتدى اسحب السلك كده زي ما انتو شايفين. هعد السلك طبعا الحفر اللي احنا عملناه في الجلبة. هشد كويس وبعد كده هربط بالسامولة الفراشة. بعد كده هقص الزيادة بالمقاس. هجهز بقى كطعة زي اللي انتو شايفينها دي متركب فيها سامولتين دود. وده هتركب جوة تترك بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بعد كده هجهز بقى المنقلة المنزلقة بتاعتنا. عملتها كزا مرة قبل كده ما كانش فيه داعي ان احنا نعيدها داني. وهسيب لك برضو في صندوق الوصف اكتر من طريقة لتصنيع المنقلة المنزلقة. هنزبط بقى الشغل بتاعنا على زاوة تسعين وبعد كده هنحط المؤشر بتاعنا على تسعين درجة. طبعا هنركبنا فيشة كده زي ما انتو شايفين. هنبتدي بقى نوصل فيشة بتاعتنا في الكهرباء. طبعا قبل ما نبتدي هنبتدي نشايك بقى على السلكة بتاعتنا هنلاقيها زاوة تسعين من جميع الاتجاهات. تمام اول حد كده. النتيجة بتاعتنا فوق الممتاز. تعالوا بقى نجرب جهاز الفل بتاعنا. بس قبل ما نبتدي تعالوا نجرب المنقلة المنزلقة بتاعتنا. زي ما انتو شايفين المقبض اللي في النص ده بيثبت المنقلة بالكامل. والتزبيت كوي زي ما انتو شايفين. طبعا لو فاكرنا المقبض ده هنبتدي بقى نتحرك بالمنقلة كلها. بس في حاجة زي ما قطع دوت او الفنس دوت اللي انتو شايفينه انا بتحرك بيه كده عشان ما يخبطش في السلكة. عشان لما اجي اتحرك باي قطعة ازبطها زاوة تسعين او زاوية خمسة واربعين ابتدي ان انا اتحكم في الفنس ما خلهوش يخبط في السلكة خالص. او زي ما انتو شايفين حتى في درجات الميل التحكم هيكون سلس وجميل جدا وانا بشتغل. هرجع بقى على زاوية تسعين درجة وهبتدي بقى اشتغل واجرب الشغل بتاعي. هبتدي بقى اتحرك بالفنس على مسلا ستة سنتي. هربت المقبض بتاعي بتاع التسبيت كويس جدا. وبعد كده هجيب كتعة فل. كتعة الفل ان هجيبها دي مجرد بس ان هجرب عليها. طبعا انا جايب اعلى كسافة موجودة عندي. طبعا فل الابيض الكسافة بتاعته اقلي من كده بكتير. تعالوا بقى نشغل وانجرب ونشوف النتجة مع بعض هكون عاملة زي ما انت شايفين نتيجة القطع فوق الممتاز. مفيش اي هزة مفيش اي ريجة مفيش اي حاجة. القطع سليم جدا مية في المية. تعالوا بقى نجيب المتر بتاعنا وانشاق على عرض بتاعنا هنشوف النتيجة بتاعتنا هكون سليمة ولا لأ. زي ما انت شايفين النتيجة ستة سنتي بالملي. طيب تعالوا ناخد القطع دي ونقطعها خمسة واربعين درجة ونشوف. عايزين بقى هنشوف الخمسة واربعين درجة بتاعتنا هكون دقيقة ولا مش دقيقة. نتيجة فوق الممتاز. زي ما انت شايفين النتيجة خمسة واربعين بالزبط مفيش اي غلطة. نرجع بقى ونزبط من اقل بتاعتنا على تسعين درجة. هنجيب بقى القطع اللي انت شايفينها دي فيها مصمار زي ما انت شايفين هتركب كده بنفس الطريقة بالزبط. ونجيبها كده عالشمال. هجيب كتع مربع زي ما انت شايفين واحدد السنتر بتاعها. التخانة بتاعتها طبعا خمسة سنتي زي ما انت شايفين. ولو عايزين نستخدم التخانات اكتر من كده هتشتغل معانا كويس جدا طبعا. زي ما انت شايفين احنا حددنا السنتر. نبتدي بقى اللف بكتعة الفل. كده هنقدر ان احنا نزبط اي كتر دا دايرة احنا محتاجينه. طبعا لو محتاجين نعمل دايرة جوة دايرة ممكن نفك السلكة ونعمل سجب ونعديها من تحت. بس انا بس باختصر لكم الموضوع عشان ما نطولش عليكم. وزي ما انت شايفين نتيجة قطع الدواير فوق الممتاز. ما فيش اي غلطة شغل سليم مية في المية. طيب تعالوا بقى نجرب نقطع حروف. زي ما انت شايفين انا كتبت كلمة دربكة على كتعة من الفل برضو التلاتة سنتي. عايزين بقى نعرف ازاي هنفرغ الحروف دي. هنبتدي بقى نرجع بالفنس بتاعنا خالص ونبتدي بقى نشتغل شغل حر. بصراحة الشغل ده هيبقى صعب عليك لو انت لسه مبتدئ. بس طبعا لو انت حابب هتتعلم والاستمرار هي طبعا هي اللي هتعلمك كل شيء. لان طبعا لازم تكون دقيق جدا ويديك طبعا حساسة لان الغلطة هتبهدل شغلة. زي ما انت شايفيني النتيجة ممتازة جدا. تعالوا بقى نكمل بيئة الحروف ونشوف النتيجة في النهاية هتكون عاملة ازاي. زي ما انت شايفين الشغل ممتاز جدا. طبعا لو انا زبطت ده اكتر من كده الشغل هيكون احلى من كده بكتير. هنيجي بقى الحرف زي كده مقفول من النص هنعمل له سجب بسيط وبعد كده هنفك بتاعتنا وهنعديها من سجب ده. عشان نقدر نفرغ الشغل الداخلي بكل سهولة. ودي كانت النتيجة النهائية. زي ما انت شايفين عملنا عدة التجارب قدام حضراتكم. وزي ما انت شفتوا الجهاز في امكانيات جميلة جدا وهسهل عليكم تشكيل الفل بكل سهولة. وزي ما انت عارفين احنا هدفنا تعليمكم لو في اي شيء صعب او اي شيء مش واضح اكتبونا في التعليقات عشان نقدر نوضح لكم كل الامور. ولو في اي اضافة او في اي ملحوزات او في اي فكرة فيديو اكتبها لنا برضو في التعليقات عشان نشتغل عليها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. وشكرا جدا لكل متابعيننا من وطن العربي على الدعم المستمر اللي اتو بتقدمه لنا على القناة. وفي النهاية اتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم واستفدتم منه اهم حاجة لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاية على خير. السلام عليكم. اشتركوا في القناة